مدرسة المنامة الثانوية للبنات تشكله من أهمية تراثية وتاريخية يأتي ضمن خطة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز استدامة البنى التحتية التعليمية وتطوير منشآتها بما يزيد من الطاقات الاستيعابية للمدارس من جانبه قال الشيخ مشعل بن محمد الخليفة وكيل وزارة الأشغال إن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وأن المدارس ذات الطابع التاريخي والتراثي يتم إجراء عمليات صيانتها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثر من جانبها قالت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم بسياسات والاستراتيجيات والأداء إن هذه المدرسة تعاد أول مدرسة ثانوية للبنات في مملكة البحرين حيث تخرج منها العديد من الشخصيات النسائية البارزة في المجتمع بدوره أكد الشيخ محمد من خليفة الخليفة مدير إدارة التراث الوطني أن الهيئة تعتبر المدارس الحكومية التي أنشأت قبل عقود من أهم مشاريع الحفاظ على المباني التاريخية تشرفنا اليوم بزيارة مدير عام شؤون مدارس لمدرسة ثانوية المنامة كما أطلقت عليها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة أهل البلاد المعظم وكانت منها انطلاقة مشروعها أيضا وكان هناك جولة في مرافق المدرسة التي نالت جميعها على استحزان جميع الفريق الزائر وكان هناك أيضا شعور طيب من طالباتنا لهذه الزيارة تشرفنا اليوم بزيارة وفد وزارة التربية والتعليم لإعادة افتتاح مدرسة المنامة الثانوية للبنات حيث تم إعداد المدرسة لإعادة افتتاحها من حيث المرافق تهيئتها وتوظيف الكوادر المتميزة حيث تم استقبال الطالبات خلال بداية الفصل الدراسي بكل سلاسة وتم توفير كافة المستلزمات لتيسير عملية التعليم والتعلم بأكمل وجه درسته هنا جددت درست فيها وقد فخر نعدسه مدرسة منامة الثانوية أتشرف بكوني أحد الطالبات المنتميات لمدرسة المنامة الثانوية للبنات لما لها من تاريخ عريق وتخرج لإنساء بحرانيات رائدات ترجمة نانسي قنقر